في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدد من التشكيلات العصابية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم بطرق احتيالية متنوعة وكذا ضبط عدد من قضايا الفساد الوظيفي تواجه وزارة الداخلية بكل حسم جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستلاء على أموالهم فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعارض عدد من المواطنين لعمليات نصب من خلال الاستلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستلاء على أموالهم ونجحت الإدارة من خلال عمليات الرصد والمتابعة في الوصول إلى عناصر التشكيل العصابي المتورد في هذا النشاط الإجرامي وتمكنت من إلقاء القبض عليهم بإحدى قرى محافظة الفيوم أنا جاء لي رسالة من التليفون فحبت أعرف الرسالة دي إيه فكلمته فقال لي دي إحنا خدمة البنك وخد مني الـ 14 رقم بتوع الفيزة اللي برة والثلاث أرقام الثانيين وقدر بعدها ياخد مني 45 ألف جنين جيت الأموال العامة هنا عملت محضر وفي الوقت قليل متهمين لتقبض عليهم وجابوا لي فلوسي التشكيل عناصره تقوم بالاتصال هاتفيا بمواطنين تحت زعم أنهم موظفوا خدمة عملاء بنوك أو شركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وتكون بإهامهم بفوزهم بجوائز مالية أو منح من الجهة الحكومية أو تحديث بياناتهم بالبنوك وتمكنوا من خلال ذلك من الاستلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة بزعم تحديث بياناتهم البنكية ويقوموا بالاستلاء على تلك المبالغ وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع تلك الادعاءات الكاذبة فلا يوجد جهاز مصرفي أو جهة حكومية تطلب من المواطنين بيانات حساباتهم البنكية وكذا سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع لضبط مرتكبيها واستمرارا لمواجهة الإدارة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح تمكنت في هذا الإطار من ضبط أربعة تشكيلات عصابية بالشرقية والغربية والإسكندرية قاموا بالاستلاء على 83 مليون ومئتي ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية مرتفق عليها إلا أنهم امتنوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها كما نجحت الإدارة في ضبط ست قضايا إتجار غير مشروع في النقل الأجنبي بعدد من المحافظات بإجمال مبالغ مالية بلغت قرابة 16 مليون جنيه واستمرارا لجهود مكافحة جرائم الإضرار بالمال العام تمكنت الإدارة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية استغل موقعه الوظيفي وأقام بالتواطئ مع أحد الأشخاص وإصدار ترخيص بناء له على أرض ملك الدولة تقدر قيمتها بمليون وثمانمائة ألف جنيه وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير مدرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أنشأ كيانا تعليميا واتخذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغب الحصول على شهادات دراسية عليا معلنا عن نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وإصداره شهادات دراسية زاعما أنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكن من خلال هذا النشاط الإجرامي من الاستلاء على أكثر من 13 مليون جنيه وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت مدرية أمن الشرقية من ضبط صاحب مكتبه لقيمه بتزوير الشهادات الطبية وتروجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية متخذا من مكتبته وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي ترجمة نانسي قنقر